اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز المستمعي وأسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معانا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة أربعة صفر صفر ستة وأيضا موجودين معاكم لايف عبر حساب نور دبي على حساب نور دبي وأيضا على حساب دي اتش اي أندر سكور دبي أنزين فاللحاب يتواصل معانا موجودين الحمد لله على السلامة طالة الغيب الله يسلمكم موجودين نحن صباح الخير سعادتي في صحتي اللهم أمين شكرا لك أيضا ناخذكم اليوم إن شاء الله في الخبر الرئيسي ما لنا يقول الخبر دراسة حديثة العلامات تؤثر على نفسية التلاميذ أوصت دراسة حديثة بأن يتوقف المعلمون عن وضع علامات جيد متوسط ضعيف وغيرها اللي خاصة بتقييم أداء الطلبة واعتبرت أن ذلك يؤثر على نفسية الأطفال ويحرمهم من الوصول إلى الأداء الأفضل في التعليم وأكدت الدراسة أن ذلك التقسيم المتدرج يعيق تلميذ عن تحقيق كامل القوة الكامنة فيه والطاقة القصوى من إمكانياته بحيث يعطي نتائج سلبية بدلا من كونها دافعا للتطور طبعا مؤسسة قل أسسمنت البريطانية المتخصصة في المراجعة العلمية التعليمية قامت بدراسة على أربعة آلاف وخمسمية حالة لتلاميذ المدارس أعمارهم ما بين 11 و 12 سنة خضعوا الاختبارات في قدراتهم باللغة الإنجليزية والرياضيات والمفاهيم المجردة وجدت الدراسة أن نسبة 50% من الأطفال الذين حصلوا على درجات متوسطة هم في الواقع لديهم قدرة على التحصيل تحصيل ما هو أفضل من ذلك أيضا لهم القدرة على تحصيل درجة B وذلك بالنسبة تصل إلى 7% إلى 10% من المجموع وذلك بتحسين بعض المهارات القليلة وأحيانا قياس متوسط الأداء قد يرتبط بأمور معينة ويغفل أخرى قد يكون التلميذ متفوقا فيها شين راي رئيس النشر في تقييم مؤسسة قل قال يشير المتوسط إلى أن المشكلة عند الأطفال ليست خطيرة بما يكفي للقلق وأن جهدا بسيطا سوف يصنع التألق وبالتالي فهذا المعيار غير ذكي وليس عادلا ويشرح أن هذه الدرجة التي تعطى للتلميذ تصبح كما لو أنها سقف للطموح مما يحد من قدرات الطفل على التحصيل الأفضل وهذا يعني أن الأطفال سوف يكبحون بشكل غير مباشر من إمكانياتهم لأنه تم وصفهم مسبقا بشكل غير صحيح فيما قالت عالمة النفس التربوي بويبي أونيديس تقول أن الأطفال الذين بدأوا بالمتوسط في واقع الأمر لديهم القدرة على تحصيل أفضل طيب أنا بعلق على هذا الخبر أو هذه الدراسة بس بأخذ أسمى الجناحي وبعدها بأرجع للدراسة أسمى صبحت الله بالخير صبحكم الله بالنور السرور سمعت الدراسة؟ سمعت من علق عليها بعدين بس عطينا موجز عن أهمة تم تداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عبر حسابات هيئة الصحة تفضلي أسمى اليوم عنا العيادة الذكية بسيحب أن نذكر أن العيادة الذكية إن شاء الله ستكون موجودة ساعة عشر ساعة 14 من 11 ساعة 12 رح نتكلم عن القلب وذلك بناسبة اليوم العالم من القلب اللي راح يصادف يوم الجمعة ساعة 20 سبتمبر ممتاز إذن العيادة الذكية اللي يبغون يتواصلون معاكم من الساعة 11 لين واحدة صح؟ 11 لين الساعة فماش من 11 لين طماش حساباتنا على توتر والإستجرام بريسكوب رح نكون لايب على البيسكوب والإستجرام لايب إن شاء الله مع الدكتور متخصص في القلب والساقذية السريرية رح يتكلمون من كل الجوانبش في نفسه وفي نفس الوكف بواحد يقدر أنه يعني يتفادى حدوث هاي العواضي والساقطات القلبية وغيرها إذن عنوان العيادة الذكية عن القلب أنا ليش أعيد الكلام أسمى لأن الجماعة اللي موجودين معانا على اللايف ما يسمعون مكالمتك فتفضلي بعد غير هذا لنحن راح نركز على توعية خاصة بموضوع القلب وهذا راح يكون من يوم الأربع إن شاء الله لين يوم السبت يعني كل مواضيعنا بتكون عن القلب اللي عنده تمام يتابعنا على قنوات التواصل الاجتماعي اللي هي DHA underscore DBAI على توتر الانستجرام فيسكوب سناب شات وأيضا DBAI Hectority على LinkedIn يوتيوب والفيسبوك شكرا لت يا أسمى شو بتعلقين على الدراسة عند التعليق؟ لو ما عنده التعليق أوكي شكرا لت يا أسمى شكرا طيب أسمى كانت تتكلم جماعة الخير عن العيادة الذكية بتكون إن شاء الله بعد برنامجنا على طول يعني العيادة بتكون بإذن الله عن القلب واللي قلبه كبير بعد يتابعنا عموما الدراسة يعني تقول إن تقييم الطلبة بهذا الشكل ممكن أن يأثر على نسية الطالب أنا مع هذه الدراسة للأمانة لأن عملية التقييم بالفعل أحس أنه ممكن تحد من سقف الإبداع عند الطالب خلاص أحط لهم مثلا درجات معينة هذه الدرجات حد من الناس يقول لا في واحد متميز يستاهل أن يحصل كذا لأن الفكر هذه تقودني تدرون إلى قصة قديمة كان أحد المدرات التنفيذيين في واحدة من الشركات السعودية ما بقول اسمها توجه هذه الشركة دخلت في شراكة مع شركة يابانية توجه هناك في اليابان وأول ما وصل نقل هذه الثقافة اللي موجودة أصلا عندنا في الخليج يعني من وصل بغير يحفز الموظفين بنفس المنهجية اللي نحن نتبعها هنا اللي هي تقييمهم A و B و C وبهذا الشكل فأول ما وصل بعد أول شهر أعلن عن هذا الموضوع شهر الثاني يا ودخل وسوا لهم حفل ويا بالموظفين المتميزين هذيرا وبدأ يكرمهم واحد ورا الثاني واستغرب أنه كل اللي يطلعون على الاستيج أو على المسرح معصبين متضايقين يقول أنا ما بعارف ليش هما متضايقين مع أننا نحن اللي يركب على الاستيج تحصلون ابتسامة ما شاء الله شبرين يقول واشوفهم يعني يعني يطلعون غصب على الاستيج ما مشكلة خلصنا التكريم اليوم الثاني الدروع والهدايا اللي أعطيتهم كلها موجودة في مكتبي كيف قمت وزقرتهم قلت لهم أنتوا شو السعال فليش رجعتوا الهدايا والدروع قالوا لا يعني أنت ما احترامنا شديد نحن لما طلعنا على الاستيج ما بغينا نحرجك لكن رجعنا لك إياهم لأن أنت أحرجتنا جدام أصحابنا فريق العمل نحن ما نشتغل على أساس نكرم بشكل فردي لا نحن قاعدين نشتغل كفريق واحد فهذا شي سبب لنا إحراج مع زملائنا وقال لهم يعني أنا آسف أنا ما كنت أبغي لنا هذا لكن نحن ثقافتنا مختلفة قالوا لا لا نحن الثقافة في اليابان عندنا أن العمل الإنجازات تنسب إلى الفريق ولا تنسب إلى الأفراد وهذا السر نجاحنا في العمل وهذا السر اللي نحن دائما نحاول أن نربي عيالنا من المدرسة على هذا الموضوع فالشي بشي يذكر يعني قالوا لأن هذا ما ينطبق عنا في اليابان نحن فريق ناجح والنجاح ما ننسب إلى الأفراد وبالفعل سوى حفل ثاني واعتذر من قبل جميع الموظفين وقال لهم يعني سامحوني أنا ما كنت أعرف أنه كذا فروح الفريق الواحد وليس روح الفردية الأنانية اللي ممكن تتصدر وتصعد على جهود وأكتاف الآخرين هذا الشيء اللي لازم نحن نعلمه لعيالنا وهذا الشيء اللي لازم نحن أيضا نطبق على أنفسنا في العمل طولنا عليكم في هذه الدراسة بس لأنها كانت دراسة شيقة بيمانة أنا يعني حبيت أني أقراها لكم ما نطلع فاصل بعد الفاصل بإذن الله من استقبل أخونا عبدالله الفلاسي نهائب رئيس اللجنة الرياضية في هيئة الصحة في إدبي ما نتكلم على عجالة عن إنجازات ومبادرات اللجنة وأيضا شو الأشياء اللي يسووها وكذلك كيف أنهم هم يساهمون في الحفاظ على صحة الموظفين والموظفات لأنه عندهم أيضا بعد بعض الأنشطة للموظفات وعندهم بطولات يسوونها على مستوى المستشفيات الخاصة والعيادات وكذا فما يتعرف على كل هذه الأشياء بعد الفاصل فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا 6-0-5-5-1-4-1-4 وعلى الرسالة النصية 4-0-0-6 حاولت أسوي بطاقة تأمين لعلاج ولدي في مركز دبي للسكري فقالوا لي ما ينفعكون أبوه موظف غير حكومي وهو مقيم ما طريقة العلاج في هذا المركز في هاي الحالة أم سيف أم سيف عمر عشر سنوات وفي مرض السكر وأبع علجة في مركز دبي للسكر في هاي يوجد شروط معينة زين بطلع لت الشروط كلها إن شاء الله وبحول رسالتك على أخونا عبدالله يمعي ما بيقصر عبدالله دائما متعاون معنا في العديد من الحالات وإن شاء الله يا رب ما نحاول نشوف فعالية ممكن يستقبلون فيها ولدتش والله يشافي ويعافي يا رب ويعافي إن شاء الله كل المرضى ويا الله يا رب في يوم الأيام نسمع أنه فيه علاج للسكري خلاص يا رب لأن الأمراض المزمنة هذه متعبة لكن سبحان الله هذا ابتلا من رب العالمين وإن شاء الله كله بأجر يا رب عموما نطلع إلى موضوع آخر يقول حققت اللجنة الرياضية في هيئة الصحة في دبي خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات التي انعكست بشكل إيجابي على تعزيز الروح الرياضية بين الموظفين وتمكنهم من ممارسة الأنشطة الرياضية في أجواء من السعادة والإيجابية اللجنة طبعا بدت في يعني صيانة وتعديل واستصلاح العديد من الملاعب التي كانت متوفرة عند هيئة الصحة في دبي ما نتكلم عن هذه الإنجازات معنا في الأستاذ عبدالله الفلاسينة رئيس اللجنة الرياضية في هيئة الصحة في دبي حياك الله معانا عبدالله الله يحييكم بجيك طال عمرك أول شيء خلنا نتكلم عن اللجنة والمهام التي تقوم بها بشكل عام لخدمة موظفي الهيئة أولا أشكركم أشكركت خاصة والمقيمين على هذا البرنامج اللي يعطينا فرصة نتكلم عن الخدمات أو الإنجازات اللي قدمتها اللجنة للموظفينها اللي في هيئة الصحة أولا اللجنة لو بدنا في متى بدت بدت في 2012 بأعظام معينين وتم عادة تشكيلها في 2015 ومن ثم عادة تشكيلها في 2016 اللجنة لها مهام رئيسية المهام هي عبارة عن تنسيق مع الوحدات التنظيمية أعداد خطة سنوية مفصلة بالمشاركات الرياضية الخاصة بالهيئة بالعنصر النسائي والعنصر الرجالي عندها تواصل وتنسيق مع الجهات الحكومية الخاصة مثل مجلس بي رياضي أو الإدارات الحكومية كبلدية كمحد القضائي في المشاركات اللجنة بعد تقوم بتوفير المتزمات الخاصة من توفير الملاعب وتوفير الانشطة الرياضية للموظفين في فترة الأخيرة قامت الهيئة بإعادة بناء ملعب كرة القدم اللي في النادي الصحي تم رممنا بعض الملاعب اللي هي التنس الأرضي وكرة الطائرة والسلة أنا هني أبغي أشير أن هذا نادي أول نادي للدوائر الحكومية على مستوى دوائر الحكومية في إمارة الدبي صح هذا الشيء؟ صحيح أول نادي منشئه إذا ما تخلني الذاكرة أعتقد في السبعينات يمكن بدأ النادي قبل الله تنولد يعني نزيل تفضل عبدالله نزيل فإذا بنتكلم عن الإنجازات اللجراضية هي كلها مرتبطة بالموظفين أصلا يعني حدنا نكرنا إنجازاتنا بالموظفين يعني من الإنجازات اللجنة مساندة الموظفين مشاركاتهم حتى العنصر النسائي لا ننسى العنصر النسائي عنصر فعال جدا في الفترة الأخيرة كان يشاركون في المسابقات اللي كانت مثل تسويها مؤسس جهازة الشيخة هنت رياضي للنساء واللي حين على وشك شعر دعش فيها تنطلق تنطلق بتكون عبارة عن عدة الألعاب جماعية وفردية الألعاب الجماعية كرة الطائرة والسلة والأمور والفردية متخصصين فيها بعض الموظفين يعني عندنا موظفين مميزين في الألعاب فردية نعم عندنا في السباحة عندنا في الأركوب الدرجات عندنا ما شاء الله العنصر النسائي كرة الريشة كرة الريشة بعد عندنا أنا أريد أن أسألك أنه شوي مهتم عن الفرق النسائي اللي موجودة عندنا في هيئة الصحة أعرف أن الفترة الماضية قمت بالعديد من البطولات وأيضا مركزين على عملية تدريبهم في بعض الألعاب فخبرنا عن هذا الموضوع يعني مثلا في عندك لعبة كرة الطائرة أو كرة السلة أو الريشة نحن نقوم ببعض التمارير الخاصة لهم في ملاعبنا ونقوم أيضا بتأجير بعض الملاعب الخاصة التي هي مثلا تكون مكيفة خاصة حسب الجو وحين في الفترة هذه العنصر النسائي قاعد يستعدون للبطولة للبطولة الشيخة هند في عندنا فريق من الطائرة فريق من كرة الريشة والذي استعدون حق البطولة هاي تستقبلون أجانب ولا؟ البطولة مثلا مفتوحة خاصة يتكلم عن البطولة هاي البطولة مفتوحة حتى لأبناء الموظفين وموظفات يقدون يشاركون في البطولة من يوم أو بكرة سوف يتم الإعلان عنها رسميا لمشاركة ومن هاي منبر أنا أطلب من الموظفات يدعون أبناتهم وهم نفسهم يشاركون في البطولات لأن فيها كلا عنصر نسائي ما بتكون فيها إلا منحددها للعنصر النسائي هذا يقودني إلى الحديث عن أن هناك بعض التوجهات عند اللجنة الرياضية أيضا لإشراك أسر الموظفين في العديد من البرامج الرياضية اللي تقيمونها خلال فترات ما بعد الدوام اي نعم في عندنا مثلا سوينا بطولة لأبناء الموظفين وموظفات في كرة الطائرة كرة القدم ومشاء الله كان يعني رغم كبير من الأبناء الموظفين وموظفات اللي شاركوا هنا في هذه البطولة في بطولات خاصة نسويها حتى للعنصر النسائي يوم عالمي في بعض المناسبات نسوي لهم إياه في اكتيفتي مثلا لمشاركات مع المجلس البي الرياضي اللي هي مثلا العصفة الراملية أو أي مبادرة أو ما نشارك فيها من العنصر يقول لتمنى مشاركة العنصر النسائي المواطنات في البطولات والله نتمنى نحن نتمنى وبعد هذه الدعوة مفتوحة عبدالله أنا ليش تحدث عن المهام الخاصة باللجنة لأن المهام التي تقدمونها والجهود التي تقدمونها الصراحة تستحق أن الواحد يسلط الضوء عليها لأن في لها أهداف كثيرة في لها أمور كثيرة تسعى هذه اللجنة إلى تعزيزها منها أهداف استراتيجية خاصة بتعزيز الولاء الوظيفي عند الموظفين وأيضا في أهداف خاصة بالاهتمام بصحة الموظفين والموظفات شغل أوقات الفراغ عند الموظفين والموظفات ما عندهم أوقات فراغ أصلا لكن عموما في كل الحوال حتى أبنائهم وبناتهم تحاولون تشاركونهم بالعديد من الإنجازات اللي أنتوا سوون عبدالله باختصار خطتكم المستقبلية وكلمة أخيرة تبغي توجهها خطتها هي واضحة في كل سنة لأننا خطة معينة بناء على احتجادة الدورات والمشاركات نحن حين في خطة عندنا إعادة بعد فتح إن الله كتب إن شاء الله المسبح ومسبح علومبي صراحة عندنا نحاول نستغل إن شاء الله وتعمل عيدة صيانة نحاول إن شاء الله بعد وعن الله نعمل نوع من المبادرات اللي هي الخاصة مع أصحاب الهمام والأمور هذه هذه هي أساسيات لنزم نشارككم في آخر شيء وأنتوا عندكم مشاركات أصلا صارت في العديد يعني السنوات السابقة كانت هناك العديد من مشاركات مع أصحاب الهمام نعم شاركنا مع نادي تبير المعاقين ودخلنا ملتقى الإسرا كبار السن في هذا سوينا مباراة ودية بين الأصحاب الهمام في الكراسي الكرسي متحركة وكان يوم يعني ما شاء الله نشت حتى في الأنشطة الخاصة لكبار السن شاركنا منها كالأجنية وشاركنا مع الرعاية الصحية كالأسنان شاركونا فيها يعني إحنا متواصلين مع جميع الإدارات اللي لها أثر في الخدمات الصحية والرياضية عبدالله يعني خبر جميل أنت طلعت لنا يا أن المسبح بيكون إن شاء الله المسبح لهم فيه بيكون تمنى إن شاء الله إن شاء الله يا رب بالنسبة للجمهور ممكن يستفيدون الجمهور عامة ممكن يستفيدون من المرافق الهيئة إذا حبوا أنه يشاركوا أم لا هي بس مقتصرة في الحط على الموظفين في الوقت الحالي نحن نعطي عشرة سعادة الموظفين نحاول نوفر لهم الجو المناسب والصحي وهذا في المستقبل إذا كتبنا الله أنه هذا أنك يتحول أن نضيف استقبل من الإدارة الثانية أو من الشارع الموجود ما في مشكلة لكن كنت تحت سياسات معينة وتحت قوانين لأن تعرف أكيد لازم تكون فيها ضوابط لتسهيل محمد على الجميع شكرا لك عبدالله الفلاسينا برئيس اللجنة الرياضية في هيئة الصحة في دبي تحدثنا عن إنجازات ومبادرات اللجنة الرياضية في هيئة الصحة شكرا لكم يا هلا مرحبا أنا ليش طرحت هذا الموضوع يا جماعة الخير لأنه أبغي هذا الموضوع يكون مثل أنموذج ممكن الدوائر الحكومية عندها أكيد مثل هذه المبادرات وأيضا الشركات الخاصة الاهتمام بصحة الموظفين وتعزيز المبادرات الرياضية الموجودة عند الموظفين هذه شغلة جدا مهمة نتمنى من الكل أنه يعني يسوي مثل هذه الأنشطة سواء لموظفين وحتى كذلك الاهتمام بأبناء وبنات هؤلاء الموظفين فهي بتكون شغلة جميلة عموما ما أطلع فاصل بعد الفاصل موضوع وايد مهم موضوع أنا من المواضيع اللي أنا أحب أطرحها اللي هي التبرع بالدم عندنا مبادرة جميلة نبغي نعرفكم عليها بتسهل بشكل كبير من عملية التبرع بالدم وهذه شغلة وايد مهمة جمعة الخير في وايد شغلات ما أطلعها من خلال استضافتنا للدكتورة ميرؤو فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة مثل ما تعرفون برنامج يعني يتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مستسد دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي مستمعين قبل فاصل وعدناكم أن نستقبل معنا الدكتورة ميرؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم البارحة أطلقت هيئة الصحة تطبيق دمي هذا التطبيق الذكي ليعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة وهذا طبعا ضمن الجهود مستمرة تقديم خدمات متميزة تحقق أقصى درجات الرضا للمتعاملين أنا بخبركم عن تفاصيل هذا التطبيق طبعا دكتورة ما هي اللي بتخبرنا لكن أتمنى قبل نبلش هذا اللقاء دكتورة تعرفين كيف ممكن ننزل هذا التطبيق وتعرفين المستمعين كيف ممكن ينزلون هذا التطبيق على تلفوناتهم أوكي صباح الخير وشكرا محمود على دعمكم المستمر لكل الأنشطة لمركز دبي للتبرع بالدم وهيئة الصحة في دبي تطبيق دمي موجود حاليا على الهواتف المحمولة الأبل والأندرويد التطبيق اسمه باللغة العربية دمي حياة لحياة واسمه باللغة الإنجليزية دمي كذلك ما هو السبينغ مالة؟ السبينغ مالة دي اي ام ام اي لايف تو لايف لايف تو لايف اللي هو السلوغن مالة حياة لحياة نعم طيب دكتورة خلينا نتحدث عن التطبيق بشكل عام وأهمية بالنسبة لمركز التبرع بالدم وأيضا للمتعاملين نعم طبعا التطبيق الأول من نوعها في المنطقة وفي أوروبا من حيث أنه يشمل التطبيق بعض الإجراءات اللي كان سابقا المفروض المتبرع بالدم يجريها داخل المركز الحين هي موجودة ومتاحة على الابليكيشن للتطبيق هذا ممكن يقرر المعلومات التثقيفية والتوعوية عن التبرع بالدم يتعرف على كثير من المعلومات اللي تخص رحلة المتعامل أنواع التبرع بالدم شروط التبرع بالدم كيف الإجراءات تتم وبعد هذا إذا يحب يتبرع بالدم في وقت قصير ممكن أنه يعبي الاستبيان الخاص بالتبرع بالدم وليحوي بين 43 إلى 48 سؤال فبدل ما يعمل هذا الإجراء داخل المركز وياخذ وقت طويل وكان يعمل على أوراق الحين ممكن يعمله وهو جالس في بيته أو في مكتبه يعبي الاستبيان وبعد أن ينهي من تعبية الاستبيان ويعمل إرسال يطلع على الموبايل كود وهذا الكود بس يجي للمركز ممكن قراءته وخلال ثواني ينتقل كل الاستبيان مع المعلومات الخاصة للمتبرع إلى النظام الموجود في المركز ويتوجه فورا إلى الفحص الطبي هذه العملية طبعا بالإضافة لهذا سابقا كنا مثلا من المتبرع يجي للتبرع بالدم لازم يظهر إثبات هوية ويتم كتابة طباعة يعني يدويا المعلومات من بطاقة الهوية إلى النظام الألكتروني داخل المركز حاليا في قارع ألكتروني ففي خلال ثانيتين مجرد أنه يوضع البطاقة الهوية المعتمدة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة داخل القارع الألكتروني تنتقل كل المعلومات إلى النظام وبقراءة الكود ينتقل الاستبيان إلى التبرع بالدم وهذا يقصر بين 15 إلى 20 دقيقة من رحلة المتعامل الوقت الذي كان يقضي في المركز السابقا بالإضافة طبعا إلى دقة المعلومات لأنها قراءة الإلكترونية جميل يعني توفير للوقت والجهد على المتبرعين وأيضا تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية الموجودة في مركز التبرع بالدم دكتورة يعني أنك تبغسلت عن مأمونية المعلومات الموجودة بحكم أن بنوك الدم عالميا وأصلا بنك دبي التبرع بالدم أصلا حايز على أعلى الشهادات العالمية في مأمونية نقل الدم هل الإجراءات هذه رح تخل في هذه المسألة ولا هي رح تزيد من أمن المعلومات لا طبعا هي لحتى تزيد من دقة المعلومات وبالنسبة للدقة يعني حاليا إحنا صارنا ثلاثة شهور نعمل تقييم لجميع المعلومات لأن هذا التطبيق الذكي بس أحب يعني أخبر الجمهور أنه المركز دبي للتبرع بالدم من بداية شهر سبعة غير النظام الألكتروني بالكامل بالمركز فحتى الشخص أشخاص اللي حيجون للمركز رح يشوفون فيه تغييرات كثيرة داخل المركز تطبيقات ذكية بالإضافة إلى تطبيق دمي اللي موجود على الهواتف المحمولة فصارنا أكثر من ستة شهور نعمل اللي يسموها الفاليديشن للتأكد من أنه المعلومات سليمة ومترابطة ودقيقة وما في أخطاء بالنسبة للأنظمة الألكترونية اللي تنقل المعلومات نتائج الفحوصات ستة شهور عملنا التدقيق على الأجهزة والنظام داخل المركز وصارنا ثلاثة شهور ندقق في النظام لتطبيق دمي جميل في الاستبيان والتبرع فيه 43 سؤال تقنع تقريبا أو أكثر أقل ما أتذكر لكن هذه الأسئلة دكتورة هل التطبيق من خلال التطبيق أنا أقدر أجاوب عليهم ألا لازم أوصل للمركز لأن هذه تأخذ الفترة الطويلة في عملية التسجيل إذا نزلت التطبيق في البطن في أسفل الشاشة تبرع الآن فترع على التبرع الاسبيان حيظهر كلها كامل معها طبعا فيه إقرار للمتبرع لأن هذا الإقرار مهم أنه يتبرع بدمها وأنه الدم لح ينفحص فلح يتكمل العملية كلها بالموبايل فون يعني عن طريق الهاتف المحمول يقرأ المعلومات يقرأ معلومات تثقيفية طبعا نحن نقول معلومات تثقيفية فيه قسم تثقيفية بصورة عامة بس فيه مثلا الأدوية اللي الشخص لازم ما يتناول هذا يحب يتبرع بالدم فكلها موجودة ضمن المعلومات التثقيفية اللي موجودة في التطبيق هذا فيه كثير يشرح للمتبرع إذا ما كان متبرع سابقا شو المراحل اللي يمر بها كل مرحلة كم طولها كم دقيقة فالتطبيق طبعا هذا لح إن شاء الله إذا استخدم بصورة صحيحة ونزلوا الجمهور لح يقصر من عملية التبرع بالدم ومثل ما ذكرت حضرتك لح يكون فيه استغلال أمثل للموارد البشرية يقلل من الزحمة داخل المركز ممكن نستغل الموظفين لإجراء أشياء ثانية بدل التسجيل بالإضافة لهذا التطبيق هذا فيه شي جدا مهم اللي هو ممكن يتيح للفرصة للجمهور بصورة عامة إنه بس يسجلون اسمهم ورقب موبايلهم وصنف الدم إذا يعرفون وتحت عنوان إنه إذا يحبون يتبرعون بالحالات الطارئة وفي حالة الأزمات تقرين أفكاري يعني أنا كان إيه في بالي دكتور إنه من بدل الأشياء للاختراحات اللي ممكن تكون في التطبيق إنه ليش ما يطرشولي مثلا تنبيه أو ننتفكيشن إنه في نقص في الفصيلة الفلانية إذا حد موجود عنده هذه الفصيلة أو كذا ممكن ييتبرع أو ممكن خلال الداتا اللي تتكون عندكم من خلال هذا التطبيق على طول تتواصلون دايركت مع المتبرعين من خلال هذا التطبيق كل الأشخاص اللي لحين نزلون التطبيق على الهاتف المحمول لح توصلهم نوتفكيشن لح توصلهم نوتفكيشن اللي تقولهم مثلا إذا فينا قسمة المقلة حضرتك يتوجهون إلى المركز أو مكان تواجد الحملة إحنا في عدنا حملات يومية من خلال بنوك الدم المتنقلة فممكن عن طريق النوتفكيشن بخبره مثلا اليوم الباص متواجد عن مثلا بناية الاتصالات الواقعة في المكان الفلاني مثلا فاللي حب يروح يتبرع بالإضافة لهذا حتوصلهم نوتفكيشن أو رسائل قصيرة تخبرهم بأشياء مهمة مثلا اليوم مثلا لحصر مناسبة اليوم العالمي المتبرع بالدام أو مثلا وجه لهم شكروا مثلا أو مباركة بمناسبة العيد فهذا بيكون فيه تواصل بين الجمهور وبين المركز من خلال هذا التطبيق ممتاز جدا بتطلع لي مثلا من خلال التطبيق التاريخ الطبي مالي التبرع بالدام التاريخ كامل متلازمة تبرع وكم مرة تبرعت يعني قبل كانوا يعطونا مثل البطايق دكتورة هذه البطايق بتتحول التطبيق موجود حتى في ضمن الآيكونز الموجودة على الموبايل في بطاقات التبرع بالدام بس هي بس تشرح للجمهور شو أنواع البطايق قبل كنا نصدر بطاقة واحدة الحين سويناها مثل البنوك يعني دفر فئات مختلفة فليتبرع من واحد إلى عشر مرات لح تطلع إلى البطاقة الزرقاء بس يجي يتبرع المرة الدعش فورا النظام يطلع يعني نوتيفيكيشن للموظف أنه تبدلت فئة المتبرع صار مثلا فضي وبعدين يتحول للذهبي وإلى البلاتينيوم فإحنا إن شاء الله اللي يتبرعون البلاتينيوم اللي هي خمسين مرة وأكثر بندخلهم مع الفي آي بي عدنا فبنعبر الدور وحتى نكمل إجراءات كيف ما نأمل لأصحاب الهمم فبيكون فيه إلى إجراء سريع عشان نشجع المتبرعين إنه يستمرون على التبرع بالدم ويتحولون من فئة إلى أخرى جميل أنا دكتورة أبغي بس يعني موضوع خارج الإطار اللي نتحدث عنه ولكن من الشخصيات اللي أنا تعجبني في عملية التبرع بالدم الدائم القائد العام لشرطة دبي من الشخصيات اللي دائما يتواجد في مركز التبرع بالدم ويحرص يعني أنه يتبرع بدمه بشكل دوري نعم ما شاء الله عليه يعني ساعة تاب يجينا فجأة ويدخل للمركز ويتبرع بصورة منتظمة وقبل شهرين قبل تقريبا سبوعين كان موجود وقبل ثلاثة شهور كان موجود يتبرع بالدم بصورة مستمرة سعادة قائد عام شرطة دبي وهو طبعا مثال راقي لأعمال الإنسانية بالإضافة لهذا طبعا نحن نشكر تبرعه بالدم ويكون قدوة لباقي الجمهور اللواء عبدالله خليف المري طبعا وجه له تحية كذلك أيضا دكتورة هناك يعني حرص شديد وتوجيهات داعمة دائما لعمليات التبرع بالدم من قبل سيدي سموه شيخ حمدان بن محمد برآشد المكتوم والياحة دبي الله يحفظ دائما ما يحرص هو كذلك على تسجيع التبرع بالدم بنفسه وهو أحد المتبرعين الدائمين لنشاطات المركز نعم أكيد طبعا دمي لوطني اللي هي الحملة الوطنية ما باقلها شيء تقريبا ما باقلها شيء الحنجاري الاستعداد إلى هذا العام كل عام حملة دمي لوطني تم الاستعداد إلها شيء أسبوعين قبل اليوم الوطني صحيح وهي بالتعاون مع شرطة دبي خدمة الأمين وخدمة الأمين والإمارات اليوم والقرية العالمية فكلهم يتكاتفون في تنظيم هذه الحملة الغاية منها نشر الوعي والثقافة ومن ضمن التطبيق محمود الدمي حطينا فعالياتنا فممكن الأشخاص يطلعون فحطينا مثلا حملة دمي لوطني وكيف هي تساهم في نشر الوعي وتشجيع الشباب للتبرع بالدم وحطينا عن حملات التبرع بالدم الأخرى اليوميا اللي نضملنا على الأثير الحين بس نذكره أنه ممكن ينزل تطبيق التبرع بالدم اسمه دمي ممكن ينزل من خلال الأندرويد والأبل ستور بتحصلون موجود ما الوقت ما بين كل تبرع من نفس الشخص بما لا يؤثر على صحة الدكتور هذا السؤال يا أنا نعم التبرع بالدم الكامل كل 56 يوم ممكن يتبرع الشخص بكيز دم كامل في عندنا أنواع ثانية من التبرع وهذه كلها موجودة طبعا في التطبيق في اللغتين العربية والإنجليزية في عندنا تبرع بالصفائح الدموية اللي كل أسبوعين ممكن يتبرع الشخص وحب أقول للجمهور أن الصفائح الدموية هي خلايا موجودة في الدم نستعد على وقف النزيف فنستعملها في حالات النزيف وفي عندنا تبرع بوحدتين دم مركزة والمركز من المراكز المعدودة القليلة في المنطقة اللي في عندنا هذه التقنية وهذه ممكن للشخص يتبرع بوحدتين دم مركزة مرة واحدة وهذا يفيد مرضى الثلاثيمية المرضى اللي ياخدون دم بصورة مستمرة يستفادون من ياخدون دم من شخص واحد وليس من عدة أشخاص عشان يقلل من التفاعلات الغير مرغوب بها بعد التبرع بالدم ممتاز هذا يقول السلام عليكم أنا ما تبرعت دم بحياتي شو نصيحتكم؟ يلا تعالنا المركز وتبرع بالدم نزل التطبيق أول خليه ينزل التطبيق ويسجل ويتبرع ولكن بكثيرا عشان أنا شجعه يتبرع شو الفوايد اللي تعود على المتبرع بالدم نعم صحيا نعم طبعا التبرع بالدم هو عمل إنساني نبيل فالله يجازي إن شاء الله خير يا رب والمتبرع بالدم ممكن يفيد ثلاثة إلى أربع أشخاص لأن احنا من الدم كيس الدم الواحد نطلع مكونات كل واحدة تروح المريض طبعا التبرع المنتظم يقلل من نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والدماغية ويساعد على تنشيط نخاء العظم في خلايا دم جديدة بالإضافة لأنه يقلل من نسبة الحديد الزائد في الدم عند المدخنين وعند بعض الحالات المرضية الثانية جميل نعم طيب دكتورة يعني كلمة أخيرة نحن قبل أن نختم معاك فخبرنا شو اللي تبغي أن توصلينه للمجتمع وأيضا نذكر بعملية التسجيل في أحد يقول هني من هم الأشخاص الممنوع تبرعهم بالدم لأسباب صحية طيب دكتورة خلينا نجاوب على هذا السؤال وبعدين ناخذ الشقة في الأبليكيشن مكتوب شروط التبرع بالدم عادة شخص يتبرع بالدم لازم يكون شخص يكون صحة جيدة في يوم التبرع بالدم عنده ارتفاع في درجة الحرارة ما يعاني من الأمراض المزمنة أمراض القلب المزمنة مثلا أو أمراض الكلة المزمنة ما يكون عنده مثل أمراض دم ورافية مرض السكري يقدر يتبرع؟ مرض السكري إذا ما ياخد إنسولين يعتمد على الحبوب ويكون يعني كنترول بالنسبة المقبولة ممكن يتبرع بالدم حتى اللي عنده ارتفاع في ضغط الدم إذا هو ياخذ الأدوية المطلوبة وضغط يوم التبرع طبيعي ممكن يتبرع كذلك بالدم ممتاز طيب دكتورة يعني نذكر بأهم الأشياء طبعا هذه المعلومات الذكرتها كلها موجودة في الأبليكيشن أي نعم نعم موجودة في الأبليكيشن فيه كذلك ساعات العمل مواقعنا إن شاء الله قريبا لح يعني فيه في المستقبل جدا قريب لحيكون فيه أبديت على هذا الأبليكيشن ونطلع مواقع حملاتنا فممكن الشخص من طريق خلال الأبليكيشن يعرف وين موقع الحملة لكن حاليا حطينا أرقام تواصل عشان يتصلون بالمركز ويشوفون وين حملة يمكن تكون الحملة قريبة عليهم فيروحون للباصات المتنقلة يكون لهم أسهل أقرب وأسهل بالضبط كلمة خيرة توقعين تقولينها دكتورة أتمنى من طبعا أول شيء أشكر جميع المتبرعين بالدم لأنه عمل إنساني نبيل واليوم وإحنا نسمع أنه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد الله يحفظه يحب أنه تكون في مراكز خدمة بدون مراجعة العميل إحنا نحب نقول يمكن إحنا بنوك الدم المراكز الوحيدة اللي العميل ما يستفاد من الخدمة شخصيا هو جاي يخدم وجاي يعطي خدمة لمرضى يعني المتبرع بالدم يقطع من وقته مرات يجون من دوامهم ويتبرعون للدم لما نتصل فيهم حالة طارقة فهم مستفادين شيء يعني جايين لوجه الله فكل الشكر والتقدير لهم أتمنى من الجمهور أنه يطلعون على الأبليكيشن ينزلوا لأن هذا بفائدة لهم بسرع من عملية التبرع بالدم وطبعا بيقلل من الزحمة في داخل المركز وبهذا طبعا إحنا غايتنا رضى المتعاملين وسعادتهم وإن شاء الله نكون عند رضاهم على فكرة محمود في الأبليكيشن في بعد استبيان لرضى المتعاملين في مؤشر السعادة اللحظي فبيوصلنا إن شاء الله نشوف كيف يقيمون الجمهور يوم قلت على فكرة قلت بتقوليني عن رونالدو كنت ببني الحلقة على فكرة في رونالدو في الأبليكيشن في رونالدو في الأبليكيشن في حطهم فيديو لرونالدو هذه المبادرة اللي تبنتها هيئة الصحة بالدبي مع التعاون مع لعب الكرة البرتغالي رونالدو شكرا لك الدكتورة نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في العديد من الأشيطة والبرامج التي تقومون بها وأنا يعني أضم صوتي لصوت الدكتورة يا جماعة الخير التبرع بالدم أعظم يعني نشاط إنساني ممكن أن تتقدمه يعني بالنسبة لنا ما في أغلى من دم الواحد أنه ممكن يتبرع فيه لأخيه الإنسان أنت قاعد تتبرع لوجه رب العالمين أنت ما بعرف هذا الدم رايح لمنو ومدى احتياجه لهذا الدم وكيف تقدر تنقذ حياة هذا الشخص من خلال تبرعك بهذا الدم فهي عملية إنسانية تحمل من الرقي شيء الكثير تحمل من الإنسانية شيء كبير تحمل من العطاء يعني أضعاف أضعاف الشغلات اللي ممكن تسويها بشكل آخر وأيضا لها كذلك عائد على صحتك فنتمنى من الجميع اللي يسمعنا حاليا أن يساهم بشكل أو بآخر في عملية التبرع بالدم وأيضا يعني العملية سهلت لكم من خلال هذا التطبيق ممكن تنزلونا له دمي على جوجل وأندرويد الأندرويد على الأبل شكرا لجل دكتورة ميراوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم شكرا لجل يا ميرا لغفر لي مشكورة ما قصرتي شكرا لك يا أيمن سرحيل وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى الملتقى في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي